تنسيق شكله إيه بقى لما بين المشروع قومي للموهوبين والاتحادات الرياضية المختلفة بحيث أن الموهوبين دول أو اللي بيلمع فيهم أو اللي بيتميز فيهم ويتفوق يقدر بقى بشكل ناعم وسلس وخالي من أي معوقات ينتقل من مرحلة الهواية إلى الاحتراف ده يعني الاتحاد يعني أنا نكلم عن الاتحاد تايكوندو يعني اللي أنا لمسه فيه بيزيل كل العقبات لولاد المشروع القومي يعني من ضمن الناس اللي بتدعم المشروع في البطولات في كل حاجة والاختيارات كلها بتبقى اختيارات في البطولات يعني المراكز هي المراكز الأولى دايماً بتختار للمنتقى بمصر وكذا والمشروع فيه ناس كتيرة ناس كتيرة من المنتقى حلو طب تعال بقى نوح لملف حلو قوي وملف أنا وكريم تحديداً في عشر صبح في الأهلي بنهتمي به جداً اللي هم البارا تايكوندو والناس اللي بتتوصلنا بعد كده للباراليمبيات والناس الجميلة اللي بترفع اسم مصر طبعاً في محافلة دولية ويمكن بنسب أكتر بكتير من الليمبيات بزبط ففرحنا بقى نعرف أكتر عنهم عندي برضو بطلة من مريم النصر دي بقى لأنها كان بطولة نخش في جمهورية ومنطقة وهي مرشحة في البطولة خلال جابة مركز ثالث ومرشحة أنها تخش في منطقة مصر إن شاء الله إن شاء الله فدول بقى حاجة تانية حاجة جميلة جداً وناس جميلة جداً ويعني والدولة برضو مهتمية بها وزي ما شوح ناسيات الرئيسة ويعني اهتم بيها والاهتمام بهم جامد جداً وهم أبطال أبطال بجد يعني أبطال في كل حاجة وبييجوا بيتمرنوا أهليهم وأهليهم أم الأبطال أنا شاهد كده أنهم دايماً أولي أمرهم أبطال أكتر منهم كمان لأنهم بيعانوا معهم كثير وبتعرقوا معهم كثير وإننا مش منأثر معهم على ذكرى الأبطال يعني هل بتستفيدوا أو بتستعينوا بالأبطال في الرياضات المختلفة لتحفيز بقية اللاعبين اللي بيلعبوا في الرياضات دي يعني مثلاً تستعينوا بحد زي واحد زي هدايا ملاك لتحفيز اللاعبين والنهابات بيحصل هذا بيحصل الحاجة دي برضه لتحصل اهل طول هما بتحرقوا authority بيتحرقوا بروح النوادي سيف عيسى هداية ملاك بيتحركوا بتحفيزهم للأبطال يعني بنتطلبهم هما بتأخروش وبيكون حاجة يعني تشجيعا لهم كبير أول للاولاد مثلا عندنا في المركز آه يعني قبل كده طلبنا هداية ملاك جات لنا والولاد صاروا معاها وقفت في التمرين معاهم دي حاجة وهي أصلا المدينة اللي هي بتجبها دي بتعمل تغيير 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 درجة